البان ومنتجتها يعني اللبن الزبادي الجبنة اللبن الرايب ودايما لما بنقول عايزين ننقص وزننا أو عايزين نخس بيكون الاختيار بتاعنا هي الألبان قليلة الدسم أو على الأقل متوسط الدسم والحمد لله بقى موجود دلوقتي أنواع كتيرة في السوق موجود جبنة قليلة الدسم أو الجبنة الأريش أو الجبنة اللايت موجود زبادي لايت أو نسبة الدهوم فيه لا تتعدى الخمسة في المية وفيه منتجات مركات كتيرة أو أنواع كتيرة طبعا دايما اختيارنا واحنا سواء اختيار صحي أو اختيار لإنقاص الوزن أو اختيار عشان مريض سكر أو مريض ضغط أو ارتفاع كوليسترول دهون السلسية نختار الأصناف اللي هي قليلة الدسم أو الأصناف اللايت المجموعة الخمسة هي مجموعة البرتينات وهي تشمل اللحوم والأسماك والفراخ واللحوم بكل أنواعها واللحوم البيضة بكل أنواعها يعني فيها بتستغرب أن الأرانب مثلا ممكن ناخدها في الرجيم لا بالعكس ده الحوم البيضة زي الأرانب وزي صدور الفراخ وصدور الرومي لو متقررنا في نظام التغذية مع الأسماك ده بيكون من أفضل الاختيارات الصحية سواء عشان نخس أو ننقص وزننا أو عشان عندنا مشكلة مرضية زي ارتفاع الضغط والدهون زي ما نشرح بالتفصيل عندنا المجموعة السادسة وهي الدهون وناس كتيرة بتستغرب إيه ده هو أنا وأنا بخس ممكن ناخد دهون آه طبعا ده أنت مش ممكن تاخد دهون ده أنت لازم تاخد دهون بس اختيار أي نوع أو أنهي نوع من الدهون هو ده المعيار الحقيقي أو هو ده الاختيار الحقيقي أنت بنختار الدهون الأحادية الغير مشبعة زي زيت الزتون زي زيت بزر الكتان زي زيت الجوز الهند أي زيوت في درجة حرارة الغرفة أن هي تكون مش متمسكة ولو أن الأفضلية أكتر بتبقى لزيت الزتون والزيت الحار يليهم زيت الجوز الهند لأنه هو في نسبة دهون مشبعة شوية فالأفضلية أن احنا بنختار الدهون الأحادية الغير مشبعة وبيكون احتياجنا اليومي الصحي منها حوالي 20% من إجمالي السعرات الحرية أو من 10% إلى 20% ولكن هنا لو بنقص وزني أو عايز أخس أو عندي مشكلة في زيادة وزن الدهون في الجسم ممكن أقلل شوية أخليهم 5% أو 8% من إجمالي السعرات الحرية